بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند خلاص دخلنا في أجواء كاس العالم للأندية حدث دولي كبير النادي الأهلي بيشارك فيه للمرة التالتة على التوالي وبالتأكيد هذه البطولة هتكون محط اهتمام كل وكالات الأنباء العالمية خلال الساعات القليلة المقبلة لقاء الافتتاح ومباراة الافتتاح وحفل الافتتاح هيكون على ملعب طنجة والبداية والانطلاقة بمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النهاردة في أحداث مهمة جدا بنتكلم في إرسال القيمة النهائية وتسجيل 23 لاعب مساء اليوم في القيمة الرسمية اللي هتشارك في كاس العالم للأندية غدا كمان إرسال القيمة الافريقية واستكمال القيمة الافريقية في انتقالات يناير وايضا كمان غدا بإذن الله مسان الفريع هنتقل إلى مدينة طنجة للمبيت فيها استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي فيه اجتماعات مهمة كمان تمت النهاردة على مدار اليوم من الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين والجهاز الفني بخصوص البطولة وبخصوص أيضا المرحلة المقبلة كل ده بالتأكيد هيكون معنا النهاردة في برنامج الترند وكمان عندي مفاجأة هتكلم عليها بخصوص دور السوبر استكمالا للحلائات اللي اتكلمنا فيها في الفترة السابقة لأن النهاردة بقى هنبدأ نخش في الجد ونبدأ نتكلم عن نظام البطولة وعدد المباريات اللي هيكون مفاجأة لكل السادة المسؤولين في التحايد الكرة خلال الفترة اللي جاية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة بما أن الأهلي لعب في كاس العالم للأندية وشارك في البطولة 8 مرات عايز أعرف من حضراتكم رأيكم في أفضل مشاركة للأهلي في كاس العالم للأندية خلال المشاركات السابع الماضية ودي المشاركة التامنة إن شاء الله في المغرب تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على رأيكم في أفضل مشاركة للأهلي في كاس العالم للأندية لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العنوية في تريند الأهلي الخطيب يكتمع مع لعب الأهلي استعداداً لمنديال الأندية وكمان الأهلي يرسل اليوم القائمة النهائية المشاركة في المنديال وأخيراً الفريق يغلق مرانو غداً أمام وسائل الإعلام طيب نستعرض مع بعض مباراة اليوم والنهاردة في مجموعة من المباراة المحلية والدوريات الأوروبية نبدأ مع بعض الدوري المصري واستكمال واستئناف مباريات المرحلة الستاشر للدوري العام في هذه اللحظات مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة نقدر نقول مباراة في وسط الجدول لتحسين المراكز نروح لكاس الاتحاد الإنجليزي واليوم في الساعة العاشرة إلى ربع من مساء اليوم ديربي كونتي يستضيف ويستهام يونيتد نروح للدوري الأسباني والساعة العاشرة من مساء اليوم أيضاً فياريال بيستضيف رايو فاليكانو وفي الختام مباريات الدوري الإيطالي والساعة العاشرة إلى ربع من مساء اليوم أودنيزي بيستضيف هلسة فيرونا كل التوفية رب لكل السادة المشاهدين يستمتعوا بمباريات تقوية سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الأوروبي أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع لفقرة الأخبار والكواليس والمعلومات فقرة ترند ترند ولكن بعد الفصل أهلاً بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند خبر رسمي من النادي الأهلي بيتكلم عن نفس الفكرة اللي كنت هتكلم فيها في الحلقة وهي متعلقة وده بناء على اجتماع تم خلال الساعات الأخيرة ما بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين ما فيش لاعب من القوام الأساسي للفريق ممكن يخرج إعارة أو بيع نهائي ولو على سبيل حتى شوفوا بقى يعني ممكن توصل لأبعد مدى اللي هو فين يعني ولو على سبيل اللي انت ممكن تضم صفقة مقابل أنك تطلع لعيب يعني شوفوا وصلت لفين مش بأتكلم بس على عروض خارجية ممكن تيجي اللعيبة والجهاز الفني أو النادي ممكن يسيب هلأ ده انت حتى لو عايز تجيب صفقة والنادي اللي انت عايز تجيب منه لعيب طلب منك لعيب في القوام الأساسي ومش بأتكلم هنا على انتقالات داخلية لذا انت ممكن تكون بتجيب لعيب أجنبي يعني لعيب انت في أشد الاحتياج ليه ودون الخوط في تفاصيل أو أمثلة ولكن الناس لو عارفت الأمثلة هتتفاجئ إن إزاي ممكن إنك ممكن محتاج صفقة لكن في نفس الوقت مش عايز تفرط في لعب ممكن يكون عنصر أساسي في قائمة الفريق عشان مرس القولر بالتأكيد بيلعب بشكل معين محتاج كل عنصر معاه يستكمل معاه الموسم فهي نفس الفكرة مفيش لعب من القوام الأساسي ممكن يخرج ولو على سبيل الإعارة أو البيعي النائي حتى لو هتضم صفقة مكانه خلال الفترة اللي جاي ده لن يشف نفس الإطار اللي ليه علاقة بالخبر اللي لسه خارج منذ لحظات من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي وهو متعلق أن الكابتن سيد عبدالحفيس بيكشف عن عروض تلقاها محمد الشناوي وتقدير الخطيب لموقف حارس الأهلي التفاصيل الكابتن سيد عبدالحفيس مدير الكرة في النادي الأهلي كشف عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أكثر من عرض احتراف خارجي خلال الفترة الماضية أبرزها من نادي النصر السعودي ونادي ويجن الإنجليزي كابتن سيد أضاف أن الشناوي وضع مصلحة الأهلي أولا واختار مصلحة فريقه بالرغم من قيمة العروض التي تلقاها وهذا شيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الأهلي الذي ضرب مثلا في الإخلاص لناديه وتقديره لحاجة الفريق لجهوده وإصراره على الاستمرار في موصلة المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات للأهلي وإسعاد جماهيره كابتن سيد كمان قال أن الروح التي تعمل بها الشناوي وعدم تأثره بالإغراءات المالية تعكس قمته الكبيرة عند الأهلوية مسؤولين وجماهير وإن ردت فعله تجاه هذه العروض وفي هذا التوقيت كانت وستظل محل تقدير عند كل قيادات النادي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب الذي أسنى على الشناوي بشدة كابتن سيد أشار إلى أن ما يقدم لعب الأهلي في مثل هذه المواقف يدعو للإتمئنان على مسيرة الفريق خاصة أن جميعهم يتعاملون بمنطقة الأهلي ومصلحة الأهلي أولا مع التأكيد الكامل من جانب النادي ومسؤوليه على حقوقهم في كل الاتجاهات يعني أنت بتتكلم عن علاقة إيجابية ما بين كل أطراف المنظومة الرياضية في النادي الأهلي الشناوي عنده عرض من النصر السعودي وعنده عرض من نادي ويجن الإنجليزي ويمكن الكلام ده بقاله فترة محدش بيتكلم فيه ويبدو أن العروض دي كانت مستمرة لغاية الساعات الأخيرة كابتن سيد خرج لكل وسائل إعلام وأعلم من خلال هذا الخبر أن الشناوي فضل أن يكمل مع الأهلي حصا على مصلحة الفريق والكابتن سيد أكيد بيعلن ده لكل السادة المتابعين وكل السادة المشاهدين وكل الأهلوية في كل مكان والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب أكيد بيسمينه هذه الخطوة من كابتن فريق النادي الأهلي وحارس مرمى فريق النادي الأهلي وفي نفس الإطار برضه كولر لو محتاج صفقة خارجية ممكن يكون الفريق محتاجها لكن النادي اللي أنت عايز تشتري منه لعيب احتاج لعب عندك وبيمثل في القوام الأساسي أكيد هتبقى حريص على استكمال القوام الأساسي عشان ما تجيبش العيب في مركز وممكن تعمل مشكلة في مركز واثنين وثلاثة وبالتالي ده التخطيط وده الإطار الجماعي اللي بيشتغل فيه الأهلي ومنظومة الأهلي خلال الفترة اللي جاية وسبحان الله كنت بحضر للكلام في التفاصيل بدون ذكر أسماء ولكن جي موضوع الكابتن محمد الشناوي عشان يطفي نوع من الوضوح أكتر في هذه الجزئية عشان نوضح لكل السادة المشاهدين اللي بيتامل في مسألة التعاقدات خلال الساعات الأخيرة طيب جزئية تانية ومتعلقة بقايمة الأهلي في كأس العالم للأندية كل الناس أكيد مستنية النهاردة في منتصف الليل وبعد الساعة للسانية عشر من مساء الليلة أو مساء اليوم الأهلي بالتأكيد هيسجل القائمة النهائية على سيستم الاتحاد الدولي فيفا وقع القائمة المختصرة لتلاتة وعشرين لاعب من ضمنها تلات حراس صامر الأهلي سافر بثمانية وعشرين لاعب وبالأمس كان في اكتماع مهم جدا بين الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة تمارس القولر للاستقرار على شكل القائمة النهائية قبل إرسالها للاتحاد الدولي الأهلي مسافر بثمانية وعشرين يبقى بالتالي في خمسة هيكونوا زيادة عن القائمة النهائية سهل جدا أن احنا ممكن نتكلم ونقول من الخمسة ولكن أكيد مهم جدا ندي المساحة لأصحاب القرار أن هم يعلنوا ده النهاردة ومساء اليوم بعد التسجيل القائمة بشكل نهائي ولكن انت مثل لو بسيت على القائمة عندك أربع حراس مرمى بالتأكيد في حارس منهم هيخرج نفس الفكرة في خط الدفاع أنت بتتكلم ما يقرب من حوالي مثلا تسع لعشر لعيبة فممكن يخرج لعب أو اتنين وسط الملعب بتتكلم مثلا أن فيه عدد كبير جدا من لعب خط الوسط والأجنحة في الخط الأمامي ممكن يخرج منهم اتنين لعيبة وفي الخط الوجوم عندك كهرباء وشادي حسين ومحمد داشري فبالتالي نترك الحرية للجهاز الفني مساء اليوم للإعلان عن القائمة بشكل نهائي عاقب تسجيلها على موقع الاتحاد الدولي انبالح كان فيه اجتماعات مهمة جدا من مسؤولي الفيفا مع بعسة فريق النادي الأهلي الهدف من الاجتماع في البداية كان ترحيب من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكل بعسة فريق النادي الأهلي وقدمكم على الشاشة هي اللقطات الخاصة والحصرية لاجتماع ممثلي الفيفا مع النادي الأهلي يمكن قدامكم يمكن المنصق العام لمباراة الأهلي اوكلاند سيتي وايضا كمان مسؤولي التسويق من الفيفا اللي حضروا أو اتكلموا مع الاهلي مبارح بخصوص أبرز الأمور التنظيمية الاجتماع بدأ بكلمة ترحيب من جياني انفانتينو ثم بعد جدا كان فيه توضيح للنظام البطولة الكلام على قواعد اللعب النظيف الكلام على الأمور المتعلقة بالمنشطات والعقاقير المحزورة وكمان كان فيه رسالة من المنصق العام ومسؤولي التسويق لبعثة النادي الأهلي لو فيه أي شكوى لقدر الله لو فيه شخص ممكن نوجه لك أي خطابة قراهية كل الأمور دي على طول تبعت إيميل للفيفا إذا كانت فيه أي مشاكل ممكن تواجعك لكن طبعا كل الأمور دي أكيد يعني مش موجود احنا بنلعب في بلدنا التاني مع الأشقاء في المغرب والأمور كلها الحمد لله بتسير بشكل رائع جدا قدامكم على شاشة على فكرة ده الجانب التنظيمي المتعلق بالجانب الإداري يعني أنت مثلا هتتحرك من الفندق ورايح على ملعب المباراة العربيات المسموح بيها اللي هي تدخل لملعب بطنجل اللي هيستضيف مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي كمان كان فيه اجتماع مع الجهاز الطبي كان فيه اجتماع مع الجهاز الإداري ومن ضمن التفاصيل اللي اتكلم فيها المنصق العام وهي قدامكم طبعا المنصق العام للفيفا ومسؤولي التسويق في مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الملابس الكاميرات دي بتنقل بعض الكواليس من غرف خلع الملابس وديها دم استخدامها بالمناسبة في كاس العالم في الدوحة في فا قطر عشرين اتنين وعشرين فيتم استخدامها ايضا في المغرب بياخدوا بكده بانها بس بعض الهايلايتس بيتم استعرضها من خلال القنوات النقلة لمباريات كاس العالم طبعا ممكن الجهاز الفني ينزعج شوية من فيه كاميرات موجودة وكاميرات سابتة جوة غرفة خلع الملابس ولكن طبعا مش هيكون فيها بعض التفاصيل الفنية بياخدوا بانها بعض الهايلايتس كده بيتم استعرضه قبل انطلاق المباراة او حتى ما بين الشوطين لو الاسيديوهات التحليلية للقنوات النقلة للبطولة ممكن تستعرضها خلال البطولة وده جزء تسويق الفيفا بيحاول يستغل كل التفاصيل اللي في البطولة عشان الناس تتفرج وتشوف تفاصيل كبيرة ومهمة جدا كنحية تسويقية لكاس العالم للاندية جزء كمان مهمة جدا ودي انا تلقيت فيها رسائل كتير جدا واتصالات من ناس كتيرة جدا البطولة هتتزع فين كاس العالم للاندية هيتلعب او هتبدأ البطولة بعد بكرة مباراة الاهل اوكلاند سيتي هنشوفها ازاي لغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش معلومة مؤكدة ان في قناة موجودة عبر الاقمار الصناعية تقدر تتفرج من خلالها على مباراة كاس العالم للاندية البعض كانت تكلم على ان في قناتين هيزيع البطولة ولكن البس الخاص بمباراة كاس العالم للاندية متغير شوية عن الحقوق المتعلقة بالبطولات الافريقية وحتى كاس العالم فيفا قطر عشرين اتنين وعشرين اولا لاول مرة الاتحاد الدولي يسند انتاج هذه البطولة للتلفزيون الوطني المغربي ودايما الفيفا لما بيروح منظم اي حدث رياضي بيجيب شركة ناقلة هي اللي بتنتج وبيتشتغل على نقل مباراة البطولة المراضي هو ادى النقل الحصري او الانتاج الحصري لهذه البطولة للرياضية المغربية فهي اللي هتندج البطولة ولكن الانتاج حاجة والبس والازاعة حاجة تانية خالص التلفزيون المغربية هيزيع ولكن جوه اطار المملكة يعني على البس الارضي عشان تتفرج على هذه البطولة من خلال القناة المغربية ده هتستخدم بقى وسائل اخرى عبر الانترنت او وسائل اخرى بعيدة تماما عن الاقمار الصناعية او بعيدا تماما عن الازاعة البطولة بشكل تقدر تتفرج فيه من خلال شاشة التلفزيون فدي جزئية الجزئية التانية ان فيه قناة سعودية هتنقل مباراة البطولة برضو الامر متعلق بجزء يعني طيقا شوية في اطار المملكة العربية السعودية فعشان تتفرج لازم تروح للانترنت فده جزء تاني هيبقى صعب برضو على كل السادة المشاهدين من النهاردة اليوم اللي اربع إلا هيتم للأسف الامور مش واضحة وانا اتمنى ان يكون فيه تحرك مهم جدا زي ما كان فيه اهتمام وزعنا مباريات كأس العالم لكرة اليد المنتخبنا الوطني وده دور مهم جدا كمان مهم جدا لما الاهل الزمالك منتخب مصر اي بعثة مصرية بتشارك في اي حدث دولي خارج مصر مهم جدا ان يكون فيه حرص على ان احنا هنتابع كل مباريات البطولة واتمنى ان يكون فيه تحرك في الساعات القادمة ولعله عسى مثلا يكون سمعنا معالي الوزير دكتور اشرف صبح وزير الشباب ورياضة يكون فيه تحرك خلال الساعات اللي جاية ودي منجدة من كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهل ان يكون فيه تحرك بحيث ان مباريات كأس العالم لاندية تكون متاحة وتتشاف من خلال شاشات التلفاز حتى لو هتكون على البس الارضي نشوف ده خلال الفترة اللي جاي لان انا عارف بعد بقرة الكل هيبدأ يدور ويحاول ويتفرج والبطولة اكيد هتخش في منافسات اقوى اوكلاند سيتي بعد كده مباراة مع سيات البطل امريكا الكونكاكاف ربنا يا ساهل ممكن تروح لمباراة يعني مش عايز اتكلم عليها لسه بدري لسه عندنا موقع اهم مباراة اهم اوكلاند سيتي ولكن الجانب التصويقي لما تفكر في ازاعة الحدث ده وعندك ممكن مباراة حتى لو بنسبة 10% ممكن تكون مباراة الاهل وراء المدريد شوف المكاسب المالية اللي ممكن تيجي والمردود الشعب اللي ممكن ييجي من ازاعة هذه المباراة لكل افراد الشعب المصري اتمنى تكون الرسالة وصلت لان حدث مهم جدا اتمنى الكل يكون حريص على العمل عليه عشان جماهير النادي الاهلي وجماهير القرى المصرية ده موضوع تاني الموضوع التالت وزي ما قلت لحضراتكم موضوعات مهمة جدا وهو دوري السوبر الافريقي بشكر كل الناس دوري السوبر دوري ابطال افريقيا وهل اتحاد الكورة عنده تخوف ان ممكن النادي الاهلي يشارك في البطلتين فيأثر ده على الدور المصري انا هنشر ورقة واحدة من ليحة دوري السوبر والنظام المعد من الاتحاد الافريقي للمسابقات الافريقية بدءا من اغسطس عشرين تلاتة وعشرين هو الملف كبير فيه اكتر من حوالي خمسة وعشرين ورقة والملف ده معد على نظام البطولة لو انطلقت بأربعة وعشرين نادي في دوري السوبر قدامكم على الشاشة الجزء اللي فوق ده الفورمات المتعلق بدوري ابطال افريقيا وانبارحنا قلتلكو ايه دوري ابطال افريقيا نظامه هيتغير يا جماعة طب اللي فوق ده الجزء المعد لدوري ابطال افريقيا بيقولوا ايه بصوا بالاتحاد الافريقي عشان اعكد لكم ان ما فيش تعارض عندك مثلا 24 نادي هيمثله دوري السوبر الافريقي وعندك 54 اتحاد وطني في قرد افريقيا فالمجموعة انت بتتكلم على 78 نادي انت هتبدأ من الدور ال64 فيتم اجراء مباريات تمهيدية مع الاتحادات الوطنية اللي تصنفها اقل عشان توصل للدور ال64 طيب بيقولك كمان ايه الاتحاد الافريقي لو صادف ان فيه فريق هو بطل الدوري في الاتحاد الوطني من ضمن ال54 اتحاد وفي نفس الوقت هو من ضمن النادي اللي هيشارك ضمن ال24 نادي في دور السوبر تاخد النادي اللي هيليه وبالتالي مفيش ما يعيق ان فيه فريق بطل الدوري في بلده وبيشارك في دور السوبر انه يلعب دوري ابطال بل بالعكس لو انت عندك نادي واحد هو اللي بيمثل كمان تاخد النادي اللي هيليه عشان كده ممكن نوصل ل78 نادي فده تأكيد ان ما فيش اي تعارض وان الكاف عامل حسابه في الاجندة ان ما فيش اي تعارض ننزل تحت بقى المفجأة اللي جاية انت بتتكلم على الاجندة لو دور السوبر انطلق ب24 نادي يعني كل نادي عشان يوصل فينال هيلعب 21 و 21 مباراة انزلوا تحت كده للاجندة وتعالوا للسطر الابل الاخير اتمنى بش عارف هتبقى على الشاشة ممكن تكونوا واضح لحضراتكم ولا لا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا السطر قبل الاخير كم مباراة في الاجندة ست مباريات فقط يعني دور السوبر لما يبدأ ب24 نادي والنادي لا يوصل فينال يلعب 21 مباراة واته دوري ابطال افريقيا يبقى 6 ماتشات بس وهتلعب من دوري ال 32 للمباراة النهائية مباراة واحدة فصلة يعني لا هيبقى فيه دور مجموعات ولا فيه ذهاب وعودة ولا اي حاجة خالص هتلعب مباراة واحدة دوري ال 32 دوري ال 16 دوري ال 8 قبل النهائي والنهائي ذهاب وعودة فبالتالي قدي ال 6 مباراة ولو فيه فريق بيلعب من دوري ال 64 هايبقى 6 مباراة يبقى بالتالي ما فيش حاجة اسمعها 14 14 كلمانا هايب اسمعه ده يا جماعة بصراحة كلام غريب انا النهاردة هتطرط انشر بس ورقة من لايحة دور السوبر عشان اكشف للناس ان الناس لما بتيجي تتكلم على المسابقات الافريقية لا بتبقى شايفة ورق ولا بتبقى قارية الورق بالزبط فالنظام الجديد لو دور السوبر هايبقى 20 مباراة أو 21 مباراة دور الابطال 6 مطشات طيب دور السوبر هايبقى 6 مطشات لان هما 8 فرق دور السوبر اللي جاي من اغسطس اللي جاي 8 فرق بس المرحلة الاولى فهيتلعب 6 مطشات 4 فرق الاعنى تصنيفا وال4 فرق الاقل تصنيفا هناخد فريق من هنا يواجه فريق من هنا بنظام النك اوت زهاب وعودة فمطشين دور 8 مطشين قابل نهائي مطشين مباراة نهائي ساعتها هيبقى 6 مطشات طيب دور الابطال هلا هيبقى 6 مطشات دول ولا هيتغير النظام ده اللي بيعمله الاتحاد الافريقي دلوقتي بحيث ان المطشات ما تزدش عن 14 مباراة في المسابقات الافريقية اللي جاية وان الفرق اللي هتلعب دور السوبر منت من تبدأ من دور ال 16 اتمنى بعد ال 12 ده والكلام اللي قلناه نقفل بقى الكلام ده والتحاد الكرة يستنى لما يجيلوا الورق ده ويستنى ويشوف اللوايح المنظمة عشان يبدأ ساعتها يبدأ يحسب جدول المباراة وما يقولش اللي يلعب هنا ما يلعبش هنا وعندك حل اسهل من كده قبل ما اطلع الفاصل عندك الدوري 18 نادي ما تشتغل على تخفيض عدد انديت الدوري يبقى 16 يبقى 14 بدل من تبتلعب 34 اسبوع في السنة خفض عدد انديت الدوري انت المسابقات دي هتجيب لك لوحدها مليون دولار نتيجة مشاركة كل نادي في دور السوبر فانت الكسبان من مشاركة الانديا المصرية وتحديد الاهلي في دور السوبر ودوري ابطال افريقيا اتمنى تكون الرسالة وصلت واكتفي بهذا القدر اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا تفاصيل اكتر في برنامج التريند وانا اتكلم كمان بتفاصيل عن استعدادات الاهلي في تطوان لمباراة اوكلاند سيتي في كأس العالم للانديا اهلا وحضركم من جديد والحديث عن التريند الاهلي وكل التفاصيل المتعلقة بالسوشيال ميديا يمكن تريند الاهلي النهاردة فيه تفاصيل مهمة جدا لان السوشيال ميديا اكيد كان بتتكلم على كأس العالم للانديا وكل الامور المتعلقة بالكأس العالم للانديا والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي نبدو مع بعض حساب اليوم السابع واتكلموا على الجزائي اللي بدأنا بيها القايمة النهائية المشاركة في كأس العالم الأهل يرسل اليوم القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب وزي ما قلت تبقى للليحة أنت يوم 9 يناير أرسلت القائمة المبدئية والنهاردة 30 يناير هترسل القائمة النهائية المختصرة بـ 23 لعن نروح كمان لحساب في الجول وتصريحات مهمة للمهندس خالد مرتجي عبر قناة الرياضية المغربية واللي قال فيها حققنا الميدالية البرونزية في آخر نسختين والنسخة الحالية لدينا دافع كبير قال كمان هدفنا تحقيق إنجاز جيد وشرف كبير التواجد في كأس العالم للأندية الفوز بالبرونزية في آخر نسختين ده شيء إيجابي والنسخة الحالية بالتأكيد عندنا دافع كبير لأن الأهلي نادي كبير بيشجعه وخلفه 80 مليون أهلاوي نروح لحساب فيفا كأس العالم للأندية وبتكلموا على أن الأهلي يحمل الرقم القياسي لأكثر ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية وبتكلموا هل يمكنهم تأمين ميدالية المركز الثاني أو الفائز بالبطولة أو المركز الأول هذه المرة نتمنى يا رب يكون فيه ميدالية جديدة للآله في هذه البطولة حساب فيفا كأس العالم للأندية أيضا بيتكلم على أن أشياء لن تجدها إلا في نادي القرن شهادة لتوثيق مشاركة الآله في كأس العالم للأندية وذلك للمرة الثامنة في تاريخه روحوا كده زوروا مقر النادي الأهلي في الجزيرة وشوفوا في المتحف اللي موجود أمام مكتب المدير التنفيذي للنادي الأهلي عدد الشهادات التقديرية على المشاركات في كأس العالم للأندية دي الشهادة رقم 8 عندك شهادة من أول 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 وكمان عندك 2020 و2021 وهذه البطولة في المغرب 2022 تاريخ ما نضارش ننساوب نتذكره باليوم والساعة والدية حساب فيفا كأس العالم للأندية بيقول صباح الخير وصورة للسحر محمد أبوتريكا وبيقول عليها عنوان كن مخلصا في عملك مستغلا لموهبتك تجد نفسك في النهاية ساحرا ودي لقطة قبل كده سابقة لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية آخر حاجة عبد المطلع للفاصل حساب يلا كورة مصدر يلا كورة أحمد سيد غريب يفسخ عقده مع الاتحاد السكندري وكان بالتأكيد خرج على سبيل الأعارة للاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة دي أبرس حاجة في تريند الأهلي نخرج للفاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل بقى فقرات برنامج التريند زي ما انتم شايفين حضركم من دي لقطات خاصة وحصرية من المغرب لتحرك بعثة فريق النادي الآلي عقب المران والعودة لفند الإقام وزي ما انتم شايفين الأجواء يمكن أنطار وسلوك كمان وأمطار باردة أو الجو بارد جدا مع الأمطار والسلوك جو هو ممكن يكون جو أوروبي وجو قاروي ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه تخوف من الجهاز الفني على التعرض الفريق لأي نزلاته برد وزي ما انتم شايفين ممكن ده نزول الفريق وقت التحرك طبعا للتدريب طبعا الملابس الشتوية على قد ما تقدر كل واحد ممكن يتقل على قد ما يقدر الجهاز الطب يمكن عمل حذر كبير جدا في مسألة التحذير للتدريبات والخروج من فند والإقامة وزي ما انتم شايفين ممكن الأجواء ممترة عايزة لك كمان ممكن التدريب النهاردة كانت فيه يعني تقوس مختلفة شوية يعني احنا مع بعض اهو شايفين الدنيا منورة شوية الدنيا نهار لكن لما تنزل التمرين زي ما انتم شايفين اهو يمكن الشمس طلع ممكن يكون مدي على ان الجو ده في شوية لكن فجأة تلاقي بقى فيه تغيير في الأجواء مرة واحدة وهو الجو ده كجو كورة ممتع يعني بالمناسبة ده جو كورة ممتع وزي ما انتم شايفين الشمس طلع وعافي برودة في الجو لكن في نفس الوقت الشمس طلع والجو ده فيه ليس فجأة زي ما انتم شايفين مطارت والانطار بقت تلج والجو مرة واحدة قلب وبعد كده على طول يمكن الجهاز الفني فضل انه ما يستكملش التدريب عشان ما يكونش فيه اي اصابات لقدر والله نتيجة طبع الانطار الشديدة والتدريب زي ما انتم شايفين على ملعب سانية الرمل على فكرة الاخوة والاشقاء في المغرب محضرين نفسهم لكل الاجواة دي يعني ارضية الملعب التدريب او حتى ارضية ملعب طنجة فيها كل الامكانيات اللي هي تسمح ان المية ما تعملش مشكلة في ارضية الملعب فده شيء جيد جدا طبعا كنحية تنظيمية من الاشقاء في المغرب للتحضير للبطولة والمغرب على فكرة جاهزة لستضافة كاس عالم للمنتخبات مش كاس عالم لاندية بس حتى كاس اوم افريقيا اللي جاية كمان عندها منافسة قوية جدا مع الجزائر نتمنى التوفيق لكل البلدين لكن المغرب جاهزة حتى لستضافة الكان عشرين خمسة وعشرين شايفين الامطار يعني سيول مش بكلم في امطار ده سيول مرس الكولار يمكن سويسري متعود شوية يعني على الاجواة دي لكن ان شاء الله بإذن الله بقى يوم المباراة الاجواة دي ما تكونش مؤثرة بشكل كبير شايفين كهرباء بقلقوا الاجواة بتبقى اجواة ممتعة لكن طبعا لو ارضية الملعب بتتأثر بيبقى بقى لشكل العام مش كويس لكن طبعا الاشقاء في المغرب جاهزين لكل هذه الظروف طيب دي الاجواء حاولنا القدر امكاننا اقربكم شوية من الصورة في المغرب قبل ما يكون معانا زمنا العزيزة كريم احمد عشان نعرف منه بقى كل الاخبار وكل الكواليس والجديد بقى واللي احنا مش شايفينه من اللقطات المصورة لكرو بعس التقناة الاهلي مع الفريق في توتوان وان شاء الله بكرا عندهم تحرك مسائل غد الى طنجة استعدادة لمواجهة اوكلاند سيتي كريم مسائل خير عليك وعايز اتطمن عليك وعلى البعثة والاخبار هناك عندك في المغرب وانت بحسسنين الجو في اليابان بس الاجواء اكيد ده ممتعة بالنسبة لك ولكل افراد البعثة يا كريم طبعا مسائل خير عليك زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم يعني احنا قريبين جدا الحقيقة محمد من الجو الخاص باليابان اجواء متقلبة بشكل كبير ويمكن الطقس هنا حاجة يعني زي ما انت شفته سردت يا محمد بشكل كبير لكن عايز اقولك في لحظات بسيطة جدا تلاقي الشمس تلاقي سيول تلاقي التلج تلاقي الشمس تاني جو الحقيقة يعني صعب جدا على المعيشة بشكل كبير لكن جو كرة ورائع وممتاز الحقيقة لكن زي ما انت قلت يا محمد يعني لو ليه تأثير على ارض الملعب بيبقى فيه صعوبة شوية لكن بنعمل ان شاء الله باذن الله موعد المبارال تمنا مساءا هنا بتوقيت المغرب يتساب توقيت القاهرة يكون الطقس هذه شوية مبقاش فيه امطار البرودة ممتعة جدا لكن الامطار الحقيقة يمكن تسبب قلق شوية بالنسبة لتنفيذ الجملة التكتكية لمستر كولر مع لعبة النادي الاهلي لكن بنعمل بممشيئة اللي ان شاء الله تكون الظروف والمناخ في صف النادي الاهلي كالعادة طبعا محمد بنطمن من خلال كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي على حالة اللعبين تركيز اللعبين في فنده لقامة الترتيبات طبعا الخاصة به الغد وبعد غد بالنسبة لي المباراة يعني النهاردة محمد كان التدريب التاني لفريق النادي الاهلي كالعادة على ملعب سنية الرمل بيتوتوان يعني اقدر اقولك مستر كولر بعد التقلبات الرهيبة جدا اللي شهادتها طبعا تتوان وشهادتها ملعب سنية الرمل يعني حاول ان هو يقلل شوية الفقرات التدريبية لان كان فيه هوا شديد جدا مع الامطار فانت عارف ممكن اي لعيب يتعرض لي نزل البرد لكن لو تعرضها ديها تبقى شديدة جدا في ظل هذا التقس لان فندو لقامة نفس الامر الجو صعب جدا انت من المطعم الى الغرف ده اللعيبة بتتحرك فيه ما تقدرش ان انت تتحرك في اي جزء من فندو لقامة نظرا طبعا لسول حوال الجوية والبرد الشديد والتقس المتقلب بشكل كبير لكن على الجانب الفني الحقيقة رغم التقس اللي كان سايق النهاردة ولم يستكمل التدريب لكن اقتصر الحقيقة مستر كولر بعض الفقرات التدريبية بعض ايضا كمان فقرات البدنية يعني ضغط التدريب شوية خوفا زي ما اكدنا قلنا على تعرض اي لعيب للبرد لكن غد بمشيئة الله محمد طبعا يعني يكون في اختلاف كبير من موعد التدريب امور عديدة جدا ويوم شاق الحقيقة غدا بالنسبة طبعا للبعثة بيها الكامل قدر اقول لها غدا بمشيئة الله يكون تدريب فريق النادي الآلي في الخمسة مساء بتوقيت المغرب مباشرة عقم التدريب تم طبعا الترتيبات الخاصة بتحرك فريق النادي الآلي الى طانجة حجز فندو الاقامة التاني في طانجة امور ترتيبية وادارية تنظيمية طبعا زي ما احنا عارفين بتتم على اعلى مستوى بالتنسيق مع الكابتن سيد كابتن سامير عدل كل الامور طبعا الخاصة موانس خلي المرتاجي طبعا كالعادة ومنها بمشيئة الله ان شاء الله يعني يمكن عندنا معلومة لكن لسه بنتأكد منها يعني وصلتنا معلومة ان ممكن لعيبة النادي الآلي او الجهاز الفني ان هما يروحوا حتى يشوفوا ارضية ملعب ابن بطوطة فيارب يكون هذا الامر صحيح بالنسبة طبعا لبعثة فريق النادي الآلي لان انت عارفة محمد مش هتتدرب بس على اقل تحاول ان انت شوف اجواء الملعب شوف المحيط شوف الملعب واسع الملعب ده بالعين طبعا المجرد لكن يا رب ان شاء الله تكون خطوة جيدة هتساعد بشكل كبير جدا حتى لو الجهاز الفني قدر ان هو يشوف الملعب هيقول هيشرح للعيبة فده امر مهم جدا كنا حابين طبعا من خلالك ان احنا نشرحوا ليه كل طبعا مشاهدي القناة الآلي في كل مكان اجواء طيبة اجواء مميزة جدا بالنسبة لاستعادات الفنية لكن على الجانب الاخر الاجواء صعبة جدا بالنسبة للتاكسة محمد طيب عايز اتكلم معاك على اجتماع الكابتن محمود الخطيب النهاردة صباح اليوم في مقر البعثة ابرز الموضوعات اللي ممكن يكون يتكلم فيها الكابتن الخطيب مع اللعبة مع الجهاز الفني واعتقد كتفيه رسائل معنوية وعيجابية وانتضمنا حتى على الشاشة وانت عتسرد اكيد كواليس هذا الاجتماع يا كريم يعني لقطات خاصة لاجتماع الكابتن مع كل افراد الجهاز الفني واللاعبين بالتأكيد محمد طبعا يعني كان لابد ان يكون في اجتماع من الكابتن محمود الخطيب كرئيس مجلس الادار ورئيس البيعثة في كأس العالم الأندية في البداية لان انت خلاص من الغد خلاص دخلنا في الجد زي ما بنقول بقى من تدريب الغد تدريب الرئيس الفريق قال النادي الآلي هيكون خلاص بقى الامور واضحة بشكل كبير لاستعادات الفنية هتنتهي فكان لابد الكابتن محمود الخطيب يكون متواجد مع بعثة النادي الآلي بالكامير والعيبية لنادي الآلي كالعادة الكابتن الخطيب بالرسالة التحفيزية التحفيز لجمهور النادي الآلي الجمهور اللي منتظر الفرحة ومنتظر الشهد لعيبية النادي الآلي يعني اكيد الابزل كل ما فوسعك وده اللي حياء اللي اتقال طبعا من الكابتن محمود الخطيب ابزل كل المجود توفيق ربنا يكون معك ده اللي احنا بنستنام لعيبية النادي الآلي التزام مهم جدا الظهور بالصورة لا تطليق باسم للنادي الآلي في تحركاتنا في فنده اللي قامة مجرد وصلنا الى طانجا كل الامور دي الحقيقة اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب وايضا كمان انتعرف محمد يعني الاستعاب بالنسبة لعيبية النادي الآلي بيكون كبير جدا ما القيمة الكبيرة بقيمة الكابتن محمود الخطيب بتتحدث في هذا التوقيت وقبل انطلاق بطول الكأس العالم الأندية طولة افريقيا طبعا بيكون حديث بطولة ايضا الدول العام بيكون في بعض المباراة بنشوف الكابتن بيكلم مع لعيبة النادي الآلي لكن في كأس العالم الأندية الامور بيكون مختلفة لابد يكون كل لعب من النادي الآلي مستوعد الجماهير الكبيرة جدا جمهور النادي الآلي مجلس ادارة النادي الآلي المنتظر كالعادة طبعا كل لعيبتنا تفرحوا فكانت مهمة جدا محمد ان يكون في جلسة سريعة ما استغلقتش وقت طويل لكن كان فيها رسائل عديدة جدا وبالتأكيد وصلت للاعيبة النادي الآلي وبانتظر مرضودها محمد بمشيئة الله يوم مساء الأربعاء بمشيئة الله تمينها مساء يا رب يا رب ان شاء الله تسعين ديها تنتهى على خير ويصعد النادي الآلي في المباراة الأولى ومنها ان شاء الله إلى الظهر القادمة طيب اختم معك بسؤال مصر كلها أكيد عايزة تسأله لك مشانا بس بس لو عندك فيه معلومة رسمية هل الجهاز الفن استقر على القائمة النهائية المختصرة دلوقتي ولا لسه نستنى للسنة عشر من مساء اليوم عشان نعرف في القائمة الثلاثة وعشرين لا يعني فيه انتظارة محمد ان شاء الله النهاردة خلاص يعني قدر أقولك هي حسمت بالنسبة طبعا للجهاز الفني لكن الاعلان فيها هيكون مساءا بمشيئة الله ان شاء الله لكل جاهز لكل على قلب الرجل والواحد اي حد يكون متواجد في القائمة ان شاء الله بمشيئة الله يقدر بإذن الله بالجهد والإصرار الكبير يسعد كل جمهور النادي الآهل بإذن الله زميل العزيز كريم أحمد موفد قناة الأهلي في المغرب مع بعثة فريق النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم الأندية كل الشكر لك على هذه المعلومات والإضاحات من كواليس ومعسكر فريق النادي الأهلي في مدينة تتوان اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستكمل بعض بقية فقرات برنامج الترند اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند والإجابة على السؤال طرحناه في بداية الحلقة في رأيكم ما هي أفضل نسخة يمكن للأهلي ومشاركة للأهلي في كأس العالم للأندية يمكن سبع مشاركات قبل كده ودي المشاركة التمنى فنبدأ نشوف انطباعات الناس على السبع مشاركات الماضية أبو يونس بيقول 2006 نسخة 2006 وبعد هدف التعادل ليفلافيو كنا احنا أفضل وكنا أقرب للصعود للمباراة النهائية من الفريق البرازيلي بس ما كانش فيه حظ دي النسخة اللي لعبنا فيها على المركز الثالث والرابع مع الفريق المكسيكي كلوب أمريكا وخدنا الميدالية البرونزية طيب نروح كمان لأحمد ياسر بيقول إن شاء الله نسخة عشرين هي نسخة عشرين اتنين وعشرين مش تلاتة وعشرين هي بتتلاقي في تلاتة وعشرين في المغرب وإن شاء الله يكونوا أبطال النسخة دي بالمغرب لو سمحت يا أستاذي اقرأ عارضها عشان خطرك حاضر يا أحمد وكل أكيد الوقت لو متاح عنقرأ كل التعليقات إمام محمد إمام بيقول إن شاء الله تكون هذه النسخة الحالية ويكون مركز جديد إن شاء الله يكون مركز جديد للنادي الأهلي أستاذ محمد بيقول ألفين وستة كنا أقرب للنهائي يعني معظم الآراء شايفة النسخة دي ودين المشاركة التانية ألفين وستة كانت المشاركة التانية أشجالنا بتقول عشرين اتنين وعشرين كنا بنلعب واحنا نقصين هو نسخة عشرين واحد وعشرين اللي تلعبت في بوزابي عشرين اتنين وعشرين كنا بنلعب واحنا نقصين فرقة كاملة وغير متوقع هذه النتيجة يارب النسخة دي تكون افضل ان شاء الله بالتوفيق لرجال الاهلي النسخة دي اللي كان فيها المقولة الشهيرة ليس كل ما يعرف يقال والنادي الاهلي راح لبطولة كأس العالم في ابو ظبي وقدر يعمل نتائج طيبة يصل لمرحلة النصف النهائي يلعب على الثالث والرابع كسب الهلال السعودي بعربعة اهداف مقابل لشيء وكانت البرونزية التالتة في تاريخ النادي الاهلي يارب بإذن الله نسخة المغرب عشرين اتنين وعشرين تكون النسخة الافضل ونحقق فيها مركز افضل ولكن لكل مقام مقال نلعب اوكلاند سيتي الاول ربنا يكرمنا ونكسب ثم نتحدث على سياتل وبعد كده بقى لما يجي وقتها يبقى نتكلم على المواجهة المنتظرة ولكن عندنا الاهم مواجهة اوكلاند سيتي في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن أنا ألتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء